أدانت وزارة الخارجية الصينية بقوة يوم ثلاثاء على لسان المتحدث باسمها قانغ شوانغا لاحتجاجات العنيفة في هونغ كونغ وذلك بعد ساعات من إطلاق الشرطة الغاز المسيلة للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين اقتحموا المجلس التشريعية للمدينة وقاموا بأعمال تخريب به كما ندد المتحدث باسم مكتب شؤون هونغ كونغ بالمحتجين الغاضبين بسبب تشريع مقترح يسمح بتسليم متهمين للصين لمحاكمتهم هناك قائلا إن ما يقومون به ينتهك القانون بشدة ويعد تحديا سافرا للترتيب الذي تحكم الصين بموجبه المدينة مضيفا أن بكين تؤيد محاسبة المجرمين وذلك حسب ما قالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية شينخوا